ننتقل لسارة الناصري سارة الناصر السلام عليكم ناقل الصوت بس الوليد المحمد لو تكرمت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم بخير الحمد لله طيبين أنت عنديك كرسي لمساعدة المعاقين أيضا أيوة حدثين عن جهازك طبعا العبارة هو هذه عبارة عن كرسي لذول الاحتياجات الخاصة يحتوي على خمس وضعيات والنقطة الأهمة في الكرسي أنه مختلف تماما عن الكراسي الموجودة في السوق مختلف بأي ناحية من الناحية العملية أو الوضعيات الموجودة أيوة فهو الوضعيات الموجودة فيه الوضعية الجلوس الوضعية العادية والوضعية الأخرى إذا الشخص حس بتعب وحب أنه يسترخي يمكن أن الكرسي يرجع للخلف ويكون على هيئة سرير ويمكن أيضا للكرسي أنه يقدم للأعلى ويمكن أن يكون بوضعية يكون الشخص واقف ويمكن أنه يقضي بعض أمور حياته بسهولة أما في ميزة أخرى بعض الأشخاص عندهم صعوبة أنهم يطلعوا الكرسي الفكرة جاءتني أن بعض الأشخاص لاحظت أنه ما عندهم قدرة أنهم يطلعوا الكرسي إذن الكرسي هو الذي ينزل للأشخاص لماذا؟ للأسفل ممتاز وهذا نموذج سارة؟ هذا نموذج هذا عبارة عن نموذج مصغر للكرسي وإن شاء الله في نموذج حقيقي بس قيد التصنيع حاليا بس أنت حين نظرنا شيء قلتها خلف تحت الهواء أنك أنت حلمك اليوم أن أحدثة يشوف هذا الكرسي ويتبنى يعني يحولك إلى واقع يخليه كبير كذا ويجعلك أدوات تساعدك تحول الفكرة التي عندك الجميلة هذه أن الكرسي ينزل لتحت الكرسي يطلع على الدحات ممكن يسترخي المعاقب حيث تقدم خدمة إنسانية لهذه الفئة فبعد ما عملنا دراسات حول الكرسي يمكن أن يكون كرسي منافس للكرسي الموجودة خارج السلطنة بس يكون بسعر أقل من الكرسي بعد ما عملنا الدراسة فيه والميزة التي فيه ميزات أكثر من الكرسي الموجودة ممتاز جميل جدا طبعا أنت سارة؟ فيه بعد ميزة أخرى أنه يصلح للكرسي للأشخاص اللي عندهم صعوبة داخل الحمام يصلح للحمامات الإفرنجية والحمامات العادية وفيه بعد تطوير الكرسي راح نصرح فيه بعد ما ينتهي صرحي صرحي ما عندنا مشهر إحنا خليهم إستانسي إحنا اليوم هذا الإختراعات إحنا خابين فرح الناس بإختراعاتكم فإيش ممكن تضيفي عليه أكثر؟ فيه إضافات أخرى بس يعني يعني ما يحتاج لحي مصرح فيها حماية فكرية يلا ملكية فكرية لك ذلك لك حرية ذلك ننتقل لفاطمة عبدالر المحمودي عند السيارة الذكية فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ أعلينا السلام طلال بخير الحمد لله حدثينا وإشي الشعور يكنت ببرنامج أنت كما تريد طبعا أول شيء يعني من يوم كنت صغيرة أنا أحلم أن أظهر على شاشات تلفاز لأن أحلم إن شاء الله في المستقبل أن أكون مذيعة وأيضا يعني مبتكرة يعني أمارس هواية بس بعد العمل يعني وطبعا اليوم أشعر بسعادة وأن أهلي يتابعوني وكلهم يعني الناس يفتخرون بوجود فاطمة المحمود في هذا البرنامج إن شاء الله فاطمة المحمود أجيبتنا اليوم؟ اليوم طبعا أعرض السيارة الذكية السيارة تحتوي على جهازين الجهاز الأول جهاز الإضاءة طبعا هذا الجهاز جهاز إنذار صوت وضوء للسائق إذا نسى تشغيل المصابيح فهذا الجهاز ينبهى إنه يشغل المصابيح فترة المساء فقط نبهت الجهاز على خمس ثواني بحيث أنه ما يكون يعني إنذار كاذب مثلا يدخل في نفق فيعطي إنذار كاذب إنه يعني حل المساء مثلا والجهاز الثاني هو جهاز الإشارة الضوئية طبعا إشارة المرور عندنا نموذج مصغار عنها وعدنا السيارة مثلا لكن واضح الشاشة أيها هذا السيارة هذا السيارة هذا في الصورة الآن واضح شوفي فاطمة هذا طبعا المشروع قبل التطوير أما اليوم أعرض المشروع بعد التطوير اللي أضفت فيه يعني الجهاز الثاني اللي هو حساس الإشارة وطبعا مثلا السيارة تمشي وطلعت يعني الإشارة الحمراء تلقى نفسها سيارة تتوقف عن العمل يعني لو الشخص حاول أن يتحرك بس سيارة خلاص ما تستقيب ولما تطلع الإشارة الخضرة تشتغل السيارة تمشي يعني يقدر يتحكم فيها بس إذا حب يمشي يعني خلاص سيارة تمشي أما إذا ما حب فيقدر يعني يودفها ممتاز جميل جدا ممتاز إن شاء الله نشوف هذا النموذج اللي راح يطبق في السيارات إن شاء الله في عمال بيننا تعالى في الأيام القادمة إن شاء الله يا رب بس آخر نقطة حابة أوجيها رسالة شكر لأم وأبوي وطبعا أكيد للأستاذة فاطمة سهيل البادي اللي هي أصلا سبب نقاحي وهي يعني اللي تساعدني وهي اللي تشجعني والأستاذ محمد عبدالغني ولمدرست السابقة مدرسة أروال التعليم الأساسي ومدرسة أم سلامة جميل أنت أخطي حقك وزيادة اليوم خلنا نشوف أمل خنبشية وعندها مظلة متعجلة استخدامات وهي مظلة أيضا تساعد الحاج أمل سلام عليكم عليكم السلام أستاذ القلال الحمد لله بخير هذا أقول هي شعورك نفس الشعور تقريبا أيها نفس الشعور حالتين على المظلة مباشرة مظلة الحاج مظلة عملية عبارة عن ست في واحد يعني ست ميزات في آن واحد أول شيء عندي من شكلها كمظلة تحمل حجاج من شعة الشمس الحارقة قمت بإضافة لها عدة من الأجهزة مثل مروحة بلاستيكية للتقليل من درجات الحرارة وأيضا قمت بإضافة لها إنارة تفيد الحاج ليلا في عندنا أماكن ومناطق تخلوا من الإنارة ليلا مثل مناء والمسترفة أماكن تخلوا ليلا من الإنارة هذه الصورة واضحة أملتوا فيها هذه الصورة عندي هي الهدف من المشروع وهو استغلال الطاقة الشمسية الموجودة في السعودية عن طريق خلية شمسية تقوم بامتصاصها نهارا ويعمل ليلا عن طريق بطارية جميل لحين نتصلها وبعدين يخزنها في بطارية ويعمل ليلا عن طريق بطارية إيش يعمل ليلا؟ إيش يزوي؟ يضيء ويشغل عندي المروحة طبعا في هذه الصورة ظاهر عندي المروحة البلاستيكية وأيضا هدية مني للحاج العماني الكبير في السن MB3 للاستماع لعيات القرآنية وأذكار دينية وأيضا ظاهر عندي شاحن للهواتف النقالة متعدد الوصلات لأي هاتف النقال أنت تستخدم ماشا الله ماشا الله جميل ممتاز هدية جميلة وهدية قيمة وتخدم الحاج إن شاء الله أيضا نقطة مهمة نسيت أن أذكرها وهو مفتاح الطوارئ مفتاح الطوارئ يخدم الحاج في حالة مواجهة أي مشكلة بمجرد أن يضغط على زر تحدث عندي إنارة متناوبة في الفلاشر في أعلى المظلة فنعرف من خلالها أن هذا الحاج مواجهة لنا مشكلة ونسارع في النقالة جميل يا أمل وممتاز طبعا ما نقول لك أي شيء لختام تقولي أوجه تحية أنا أيضا أوجه تحية لأمي وأبوي والأهلي وإخواني وطبعا لكل يشاهدوني والبنات صفي الله يأخذك وأيضا أوجه تحية أو شكر خاص للاستاذة مريم يحيا خلفان الخروصي هي اللي دعمتني ووقفتها من بدايتي من الصفر لحد الحين هي واقفة معي وأيضا أستاذ محمد عبدالغاني هو أيضا ساعدني في بعض من المواجهات وأيضا أشكر مدرستي مدرست اسما بنت أبي بكر والمديرة مريم المعمري للدعم لا يخلصتنا شكرا لك الله يحفظك يا رب